السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وسلم تسليما كثيرا حياكم الله يا أبناء الطلاب وأهلا ومرحبا بكم في هذه الرحلة التعليمية المفيدة والممتعة التي بإذن الله عز وجل تكون محطة من خلالها نتزود بهذا العلم وهو العلم الشرعي النافع فحياكم الله يا طلاب وطالبات العلم في الصف الرابع الابتدائي فيما أدت القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ودرسنا بإذن الله عز وجل في هذه الحصة تابع لموضوع الخف والجورب الخف والجورب نأتي الآن إلى أهداف الدرس إلى أهداف هذا الدرس ماذا نريد أن نتعلم فأولا أن يبين الطالب حكم المسح على الخف والجورب فإذن ما حكم المسح على الخف والجورب هذا بإذن الله عز وجل ما سنتعلمه في هذا الدرس وفي هذه الحصة ومن أهداف الدرس أن يذكر الطالب معنى الخف والجورب ما هو أو ما المقصود بالخف وما المقصود بالجورب وما الفرق بينهما هذا بإذن الله عز وجل ما سنتعلمه في هذه الحصة وفي هذا الدرس ومن أهداف هذا الدرس أن يقارن الطالب بين الجوربين والخفين وكذلك من أهداف هذا الدرس أن يكتب الطالب شروط صحة المسح على الخف والجورب على الخف والجورب فإذن يا أبناء الطلاب بإذن الله عز وجل بعد أن ننتهي من هذه الحصة ومن هذا الدرس المفيد والذي نستفيد منه في حياتنا اليومية فبإذن الله عز وجل نكون قد حققنا هذه الأهداف فتعلمنا حكم المسح على الخف والجورب وكذلك معنى الخف والجورب وكذلك المقارنة بين الجوربين والخفين وكذلك شروط صحة المسح على الخف والجورب هيا بنا يا أبنائي هيا بنا أحسنتم نأتي إلى تعريف الخف والجورب الخف والجورب فالخف يا أبنائي كما ترون في هذه الصورة ما يلبس على الرجل من الجلد ونحوه إن الجلد ماذا ونحوه فإذن هذا هو الخف ما يلبس على الرجل وعلى القدم من الجلد ونحوه ونحوه فهذا هو الخف فإذا ما هو الخف يا أبنائي أحسنتم بارك الله فيكم هو ما يلبس على الرجل من الجلد ونحوه نأتي الآن إلى الجورب ما هو الجورب يا أبنائي الطلاب بارك الله فيكم أحسنتم هو ما يلبس على الرجل من الصوف والقطن ونحوهما فإذا يا أبنائي بارك الله فيه الخف ما يلبس على الرجل من الجلد ونحوه أما الجورب فإنه ما يلبس على الرجل من الصوف والقطن ونحوهما طيب نأتي الآن يا أبنائي بارك الله فيكم ونذكر اسما آخر لكل من الخف والجورب ونقوم بالكتابة في هذا الجدول من يعطيني اسما آخرا للخف هيا أبنائي فكروا قليلا فكروا قليلا بارك الله فيكم من يعطيني اسما آخر للخف هو أحسنتم من ذلكم الجزمة طيب نأتي الآن إلى الجورب من يعطيني اسما آخرا بارك الله فيكم للجورب هيا أبنائي أحسنتم هو ما يعرف بالشراب فإذا هذا هو تعريف الخف والجورب فالخف ما يلبس على الرجل من الجلد ونحوه كما ترون أو ما يعرف بالجزمة أكرمكم الله والجورب هو ما يلبس على الرجل من الصوف والقطن ونحوهما والذي يعرف به الشراب فإذا هذا هو تعريف الخف وهذا هو تعريف الجورب فالخف هو ما يعرف به الجزمة وأما الجورب فهو أو الإسم الآخر ماذا الشراب بارك الله فيكم يا أبنائي نهت الآن إلى حكم المسح على الخف والجورب ما حكم المسح على الخف والجورب هيا أبنائي يجوز أحسنتم المسح على الخفين ما يعرف بالجزمة والجوربين ما يعرف بالشراب والدليل حديث بلا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين مسح على الخفين ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا يا أبنائي بارك الله فيكم حكم المسح على الخف والجورب ما حكمه يا أبنائي ما حكمه أحسنتم يجوز المسح على الخفين وهو ما يعرف بالجزمة والجوربين وهو ما يعرف بالشراب والدليل حديث بلا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين مسح على الخفين نأتي الآن إلى الحكمة من مشروعية المسح على الخفين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فإن هذا الدين يا أبنائي بارك الله فيكم دين الإسلام هو دين اليسر وليس العسر فالحكمة من مشروعية المسح على الخفين لسيما مثلا يا أبنائي في فصل الشتاء الجو والطقس يكون باردا فقد يصعب على الإنسان أن ينزع ماذا؟ الشراب وهو ما يعرف بالجورب فجاء هذا الدين العظيم بجواز المسح على الخفين والجوربين وهذا من تيسير هذه الشريعة لنا وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وهذه رخصة فإذن يا أبنائي بارك الله فيكم الحكمة من مشروعية المسح على الخفين تيسيرا لنا لأنه في بعض الحالات قد يصعب علينا نزع الخف أو الجورب أي الجزمة أو الشراب فيجوز المسح عليها تيسيرا لنا وهذا من رحمة وسعة ويسر هذا الدين العظيم الآن يا أبنائي أيضا أشتاق لشاطئ جدة لما وقفت يا أبي؟ لقد دخل وقت الظهر وعلينا ألا نؤخر الصلاة سنصلي ونكمل الطريق إن شاء الله لماذا لم تخلع الجورب يا أبي لتغسل رجليك؟ لأن من السنة المسح على الجوربين فقد شرع لنا المسح على الخفين والجوربين أليس شيئا واحدا؟ لا يا بنيتي فالخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد ونحوه أما الجورب فهو ما يلبس على الرجل من الصوف أو القطن ونحوهما وقد ثبت من حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وهذا يدل على جواز المسح عليهما وهناك شروط للمسح على الخفين والجوربين أولها أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ولا بد أن يستر الرجلين مع الكعبين فلا يصح المسح على جورب دون الكعبين كما أنه لا بد أن يكون طاهرين وأن يكون المسح في المدة المحددة ولا بد أن يكون المسح في الوضوء دون الغسل الآن يا أبناء الطلاب بارك الله فيكم بعد أن تابعنا هذا المقطع نأتي إلى شروط المسح على الخف والجورب أول هذه الشروط أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة والدليل على ذلك حديث المغيرة من شعب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم فإذن بارك الله فيكم يا أبنائي أول شرط من شروط المسح على الخف والجورب أن يلبس الخف أو الجورب بعد كمال الطهارة بعد كمال الطهارة أي المقصود بها الطهارة المائية فإذن والدليل كما مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم فإذن يا أبنائي المقصود بذلك أن يدخل الخف أو الجورب بعد أن يقوم بالطهارة المائية أي بالوضوء ثم يلبس الخف أو الجورب ويمسح عليهما بعد ذلك فهذا أول شروط المسح على الخف والجورب الشرط الثاني بارك الله فيكم أن يكون الخف أو الجورب ساترين للرجلين مع الكعبين كما ترون في هذه الصورة يجب أن يكون الجورب ساتراً للقدم مع الكعبين ونذكر الآن مثال لخف أو جورب لا يتحقق فيه هذا الشرط من ذلكم جورب لا يستر الكعبين جورب لا يستر الكعبين فإذن هذا أول شرط من شروط المسح على الخف والجورب أن يلبس الخف أو الجورب بعد كمال الطهارة المائية والشرط الثاني أن يكون الخف أو الجورب ساترين للرجلين مع الكعبين الشرط الثالث يا أبنائي بارك الله فيكم أن يكون الخف أو الجورب طاهرين طاهرين أي ليس بهما نجاسة والآن نأتي ونذكر مثال لخف أو جورب لا يتحقق فيه هذا الشرط مثل جورب وقع عليه بول أكرمكم الله وتعلمون يا أبنائي أن البول من النجاسات فإذا وقع على الجورب بول فإنه حينئذ لا يكون هذا الجورب طاهر فنقوم بغسله حتى تذهب عنه هذه النجاسة فإذن الشرط الثالث أن يكون الخف أو الجورب ماذا؟ طاهرين أحسنتم الشرط الرابع يا أبنائي الطلاب بارك الله فيكم أن يكون المسح في الوضوء أن يكون المسح في الوضوء وليس في الغسل أن يكون المسح في الوضوء وليس في الغسل الشرط الخامس أن يكون في المدة المحددة أن يكون في المدة المحددة فائدة أحرص عليها نحرص على نظافة ماذا أحسنتم جزمتي ونعالي وجواربي وأتأكد من خلوها من النجاسة والروائح الكريهة لألا أؤذي بها من حولي وهذا هو يا أبنائي دين إسلام فإنه دين النظافة فإذا هذه هي شروط المسح على الخفين والجوربين نأتي الآن إلى التقويم السؤال الأول نعدد شروط المسح على الخفين والجوربين هيا يا أبنائي من يشاركنا من يشاركنا ويعطينا شروط المسح على الخفين والجوربين هيا بنا يا أبنائي أحسنتم بارك الله فيكم فإذن أن يكون لبس الجورب أو الخف بعد كمال الطهارة المائية الشرط الثاني أن يكون الخف أو الجورب ساترين للرجلين مع الكعبين والشرط الثالث أن يكون الخف أو الجورب طاهرين والشرط الرابع أن يكون المسح في الوضوء والشرط الخامس أن يكون في المدة المحددة في المدة المحددة فإذن هذه هي شروط المسح على الخفين والجوربين نات الآن إلى السؤال الثاني الذي يقول لبس محمد الجوربين وهو على غير طهارة ثم توضى ومسح عليهما لصلاة الظهر والعصر السؤال في ألف ما حكم صلاته يا أبنائي الآن محمد قام بلبس الجوربين وهو على غير طهارة ثم توضى بعد أن لبس الجوربين ومسح عليهما لصلاة الظهر والعصر فما حكم صلاته أحسنتم هذه صلاة الظهر والعصر التي صلاها محمد باطلة وغير صحيحة طيب قد يسأل سائل ويقول ماذا يا أستاذ وماذا عليه أن يفعل الجواب في الفقرابا عليه أن يخلع الجوربين ويتوضى ويعيد الصلاتين أي صلاة الظهر والعصر لأنه لبس الجوربين وهو على غير طهارة فأخل بشرط من شروط المسح على الخفين والجوربين فهذا هو جواب حالة أو موقف محمد الذي وقع فيه وفي الختام يا أبنائي بارك الله فيكم هذا هو رابط الدرس بقناة عين بإمكانكم الرجوع إليه والاستفادة من المصادر والإثراءات المتوفرة على هذه المنصة التعليمية المتميزة والمتكاملة إلى الملتقى بإذن الله عز وجل الحصة القادمة في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته